بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض الملحوظات على الترجمة التي قدمتموها من الإنجليزي إلى العربية لهذا النص التي حدث عن مطعمات فيروس H1N1 2009 ذكر 2009 لأنه على ما يبدو هناك سلالات للأمراض تتغير من سنة إلى أخرى فهذه السلالة التي يقدم إليها المطعم هو 2009 يقال إنفلونزا عامة فيروس الإنفلونزا تظهر عليه تطورات كثيرة من سنة إلى أخرى يسمى سلالات سترينز ولهذا السبب يصاب المرء في الرشح كل سنة الرشح الموسمي لأن الإنفلونزا في السنة الماضية سلالتها تختلف عن سلالات الإنفلونزا في هذه السنة يتحدث عن أن مطعم الخاص بإنفلونزا H1N1 المعروف إنفلونزا الخنازير متاح حاليا بكميات كبيرة على مستوى العالم ويقول هذا النص إن البمظمة CDC وهي مراكز CDC يعني مقصد فيها مراكز مراقبة الأمراض والبقاية منها فهذه المراكز تشجع الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يذهبوا يأخذوا المطعم تشجعهم أيضا على أخذ المطعمات الموسمية الخاصة بالإنفلونزا المنموسمية إضافة إلى فيروس H1N1 2009 يعني أن يأخذ مطعما تجاهه خاصة إذا كان الشخص المعني بالموضوع لديه مضاعفات أو يعاني من مشاكل كبيرة صحية تجعله يتأثير تأثرا كبيرا جدا إذا ما أصيب بالرشح ويؤكد هذا المركز أو هذه الفقرة هنا تؤكده على أن الطلبة كبير جدا عليها على المطعم فذلك يعني أن الكميات قد لا يعني على من يهتم أن يراجع المراكز الصحية من أجل أن أخذ المطعم بأقرب وقت ممكن نتابع الآن في الفقرة الأولى المترجمة أصبحت لقاحات البقاية من وباء إنفلونزا الخنازي المتوفرة على المطاق الواسع هنا لدينا خطأ في أن الترجمة جاءت بكلمة وباء الوباء يذكرنا بما يسمى بالطب في الفاشية تفشي المرض نحن نتحدث عن فيروس نتحدث عن فيروس ولا نتحدث عن مرض في عام 2009 يبدو أن هذا المرض قد حدث والآن هناك مطعمات من أجل الوقاية من هذا المرض إذا حدث كلمة وباء تعني أن المرض قد حدث ولكن المرض لم يحدث بعد فلذلك التصحيح هو الوقاية من فيروس إنفلونزا H1N1 طبعاً 2019 وتحثوا جميل أننا وضعنا حرف الربط وال مراكز ليس مكافحة أعتقد أنها مراقبة هذا هو الموقع Disease Control مقصود فيها مراقبة الأمراض Revention والوقايات منها كل شخص على تلقي اللقاح المضاد لهذا الوباء أيضاً اللقاح لهذا الفيروس وليس لهذا الوباء كما قلنا وينصح الذين انتظروا تلقي لقاح إنفلونزا الخنازير كما ذكرنا H1N1 2009 لا بأس أن تكتبوا إنفلونزا الخنازير لا يوجد أي مشكلة لأنها تحفل إسم نفسه أن يبادلوا بالحصول عليه الآن ونظراً لتوفر لقاح الإفلونزا الموسمية في وقت مبكر والارتفاع الطلب عليه أصبحت الإمدادات المتوقعة منه محدودة ماذا نعني بكلمة منه؟ أنا الآن كقارئ مرتبك هل نتحدث عن لقاح الإنفلونزا الموسمية؟ أم لقاح إنفلونزا الخنازير؟ والسبب في ذلك أن المهفقرة ذكرت أشياء تتعلق بلقاحات إنفلونزا الخنازير ولقاحات خاصة بالإنفلونزا الموسمية إذن هنا نفضل بالعربية أن نكرر الكلمة أو نشير إلى أن نتحدث عن الإنفلونزا الموسمية أصبحت الإمدادات المتباقية من من ماذا؟ من لقاح الإنفلونزا الموسمية محدودة التكرار قد يؤدي إلى ضعف النص من ناحية الإسلوب لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة دقة المعنى أحيانا نضطر أن نضطر أحيانا إلى التخلي عن شيء في الإسلوب مقابل الدقة وأحيانا للعكس وتواصل مراكز مكافحة الآن أيضا هنا نغير التسميع كما قلنا حثها لمن هم عرضة لخطر كبير مضاعفات الإنفلونزا على السعي إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وتلقي لقاح إنفلونزا الخنازير 2019 على النحو الموصبين كل ذلك يعني لا بأس به لكننا نريد أن تكون إنفلونزا الخنازير بطريقة 2009 H1N1 هذا هو الفيروس يعني من ناحية الطبية لأن إنفلونزا الخنازير 2009 غير مفهومة بالعربية لكن 2009 H1N1 فتعني أن هناك اسم علمي ماذا بالنسبة للفقرة الثانية؟ تتوفر لقاحات الوقاية من إنفلونزا الخنازير 2009 بشكل واسع نقول بشكل مستطيل بشكل دائرة بشكل سيارة بشكل غيمة شيء محسوس بشكل واسع كلمة واسع هي ليست شكلا ليست مستطيلا ولا دائرة ولا مربع فأحب ذا لو قلنا على نطاق الوازال وتشجع مراكز إلى آخره الجميع على أخذه كما تشجع هذه المراكز الذين انتظروا وبسبب التوفير المبكر للقاح الإنفلزا الموسمية والإقفال لا بأس حتى الآن لا يوجد أي مشكلة هنا جميل أننا ذكرنا لذلك لأنها تربط الجمل بعضها ببعض نعم منتاز لا يوجد أي مشكلة لا يوجد أي خطأ جميل في الفقرة الأخيرة إذ تحمل معنى السبب والنتيجة أنا لا أجد هنا سبب ولا نتيجة ضعوة وتشجع لأنها معلومة إضافية ليست سببا ولا نتيجة تبشر هي غير صحيحة تشجع الذين كانوا ينتظرونه وجميل أنكم ذكرتم كلمة الفيروس لأنه هو فيروس وليس الوباء هنا هذه جملة ضعيفة أو عن ما حبث لنقلنا لا يوجد هنا لو الترجمناها لا يوجد إلا كميات محدودة من اللقاح لا يوجد إلا كميات محدودة من اللقاح ما زالت هذا الخطأ لا نحبه أبدا خطأ يعني فادح كن واحدة مفصول عن ما مفصول عن زالت نعم إذن الترجمات ثلاثة صحيحة نسبتها عالي جدا من الدقة من النحوة اللغوية ممتازة جيدا مع هذا الخطأ الذي لا نحبه بالنسبة للأخطاء المطبعية مقية الترجمات جيدة اخترنا لكم هذا النص بهذه السهولة من أجل أن نتأكد من أنكم استفدتم من النصوص السابقة أولى عندما نعمل التأكد على مراجعة التعلم نختار نصوصا بسيطة ونحاول أن نعرف ماذا تعلمتم به يبدو أنكم التزمتم في حواء حروف الربط بين كل كلمات والجمل هذا جيد التزمتم بروح النص وجمالية النص ممتاز في الترجمات الثلاثة بدون أي مشكلة قدمتم المعنى بطريقة صحيحة بدون أي مشكلة لا يوجد أي تناقض في المعنى الأهم من ذلك لا يوجد أي أخطاء مطبعية نهائيا في هذه الترجمات الثلاثة الكلام مفهوم جميل أعتقد أنه عليكم أن تستمروا بهذه الطريقة طريقة تقديم نصوص مترجمة إلى العربية بطريقة جيدة ومفهومة وتؤدي المعنى كما فعلتم هنا وشجيعكم على ذلك قدمتم نصوصا جيدة ولا أجد هناك أي مشكلة فيها أعتقد أنكم في الطريقة الصحيح أتمنى لكم التوفيق استمروا بذلك في النصوص القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته